بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نعمل مراجعة ضرورية ومهمة لتوصيل المقاومات سواء كان على التوالي أو على التوازي مادة العلوم الصف الثامن. طبعا احنا اشرحنا بفيديوهات ماضية عن طريقة التوصيل على التوالي أو على التوازي حكينا عنهم بالتفصيل. تمام نبلش نعمل مراجعتنا. هلأ انا لما احكي طريقة التوصيل المقاومة على التوالي شو يعني توالي حكينا لما تكون المقاومات موجودة أو مربوطة بسلك بشكل متسلسل أو جن بعضها البعض. يعني مثلا لو بدي اعمل دارة كهربائية هاي عندي مقاومة الاولى مقاومة ثانية مقاومة ثالثة لو بدي ارسم دارة كهربائية بسيطة وعندي البطارية وهي المفتاح تمام. هاي ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاث بلاحظ انه المقاومات موصولة على التوالي يعني بشكل متسلسل أو جن بعضها البعض. فالتيار الكهربائي اللي بدو يطلع طبعا رح يمر على المقاومة الاولى على المقاومة التانية التالتة لنهاية الدارة الكهربائية. فبالتالي التيار لو بدي اجي احسب التيار الكلي تا كاف تا كاف يعني التيار الكلي هو نفسه تا واحد ونفسه تا اثنين ونفسه تا ثلاث لانه حكينا التيار او الشحنات اللي بتعبر السلك رح يتمر على او نفس السلك يعني انا كيف دا اقدر احدد اذا كانت موصولة توالي ولا توازي اذا هي الشحنات بتمر بسلك واحد او عدة اسلاك. طبعا ازاي ما احنا شافين سلك واحد اذا التيار اللي بدو يطلع بطارية رح يمر عليهم كلهم فاذا التيار رح يكون تساوى عن جميع المقاومات طب لو بدي احسب الجهد فالجهد الكلي ايش رح يكون الجهد الكلي جيم واحد طب زائد جيم اثنين زائد جيم ثلاث طبعا هون عندي جهد رح يتجزق طبعا اذا بدي احسب المقاومة المكافى او المقاومة الكلية ميم كاف فهي بنجمحهم جمع جبري ميم واحد زائد ميم اثنين زائد ميم ثلاث هذا بالنسب لطريق التوصيل على التوالي طبعا حكينا شو عن ايجابياتها وسلبياتها وفوائدها طبعا نرجع للفيديو تمام هلا نحكي عن التوصيل على التوازي طيب نرسم دارة كهربائية فيها المقاومات مرسومة على التوازي عندي هون هون بطارية طبعا لو بدي ارسم المفتاح تمام هلا عندي هون ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاث بلاحظ انه المقاومات التلاتة ميم واحد اثنين ثلاث موصولها على التوازي لانه اسلاك بتوازي بعض البعض وبلاحظ انه التيار او الشحنات لما بديها تيجي تمر عبر الدارة انه بتتجزق لثلاث اسلاك او ثلاث مسارات عنا هون وهون فتتجزق للميم واحد والميم اثنين ميم ثلاث طبعا لو بدي احسب تال كلي رح يكون تا واحد زائد تا اثنين زائد تا ثلاث طبعا حكينا مو شرط ثلاث مقاومات حسب المقاومات العندي سواء اربعة خمسة مقاومتين حسب المقاومة المكافئة عندي طبعا او المقاومات الموجودة عندي هذه هي كيفة باحثيhas بالتيار او الجهد طب لو بدي احسب الجهد الكلي او الجهد الكامل طبعا طبع البطاري هو نفسه جيم واحد يساوي جيم إثنين ويساوي جيم ثلاث يعني جهد البطاري هو نفسه الجهد اللي بمر بالمقاومة الاولى او المقاومة التانية او المقاومة التالتة طيب اما بالنسبة لما بدي احسب المقاومة المكافئة هون لا تمامي ن Pearl alone انما على مقلب ميم كاف يعني واحد على ميم كاف يساوي واحد على ميم واحد زائد واحد عميم اثنين زائد واحد عميم ثلاث يعني بجمع مقلوبهم فبالتالي لازم احصل على هذا القانون اذا لازم ننتبه كل مقاومة او كل دارة شو موصولة سواء كان توالي او توازي وعشان هيك بقدر احدد القانون المناسب تمام هلا بدنا ناخد عدة امثلة طبعا للدارات الكهربائية ونحلهم عندي هون دارة كهربائية هاي الدارة الكهربائية زي ما احنا شايفين عندي اربعة اوم ستة اوم موصولة ببطارية مقدارها ستة فولت اذا بدي اول اشي اول خطوة اشوف هاي الدارة موصولة توالي ولا توازي طبعا حسب اللي نشوف التيار بدو يمر بسلك واحد ولا عدة اسلاك فالتيار بدو يمشي من البطارية طبعا عبر السلك هون حتى يمر بالمقاومة اربعة اذا ما غيرنا السلك اذا سلك واحد اذا موصولة على التوالي طبعا بدي احسب المقاومة المكافئة بقول ميم كاف تساوي قانون المقاومة المكافئة لا توصيل على التوالي ساوي ميم واحد زائد ميم اثنين فميم كاف تساوي اربعة زائد ستة او ستة زائد اربعة نفس الشي ويساوي عشرة ايش وحدة المقاومة اون لازم ننتبه وركز على الوحدة المقاومة وحدتها اون هيك حسبنا ايش المقاومة المكافئة طالب مني بسؤال احسب التيار الكهرباء المار بالدارة طبعا عندي المقاومة المكافئة وعندي الجهود مش حكينا البطارية بترمز للجهود ووحدة الجهود فولت اذا عندي الجهود وعندي المقاومة المكافئة فعلى طول بدي احسب التيار بحط قانون اون اللي بحكيلي المقاومة تساوي الجهود على التيار المقاومة بعوضها اللي طلعتها هون عشرة تساوي الجهود عندي موجود هايو ستة وتا مجهولة فبعتبر على مقام انه واحد اضرب ضرب تبادلي عشرة بتا عشرة تا ستة بواحد ستة على عشرة عشان تخلص من معامل التيار هو تا وعلى عشرة تا تساوي ستة على عشرة اللي هي نفسها ستة بالعشرة ايش وحدة التيار؟ أمبير اذا وحدة الجهود فولت وحدة المقاومة اون وحدة التيار أمبير طيب عندنا مثال تاني كمان عندنا مثال تاني عندنا دارة الكهربائية زي ما احنا شايفين اول اشي لازم اكتشف هال دارة الكهربائية موصولة توالي ولا توازي طبعا باتباع هون الخطوة زي ما حكينا بنشوف الشحنات الكهربائية طبعا عندي هون شحنات او التيار رح يمر على عدة اسلاك هيصلك الاول التاني التالت اذا رح تتجزأ فمعناته هي موصولة على توازي ونفس الاشي زي ما احنا شايفين الاسلاك موازية لبعضها البعض طالب مني احسب المقاومة المكافئة بما اني بحكي عن توصيل على التوازي بحط قانون المقاومة المكافئة واحد على ميم كاف يازم نكون حفظين القوانين ساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اتنين زائد واحد على ميم تلات واحد على ميم كاف 1 على 1 1 1 على 2 1 على 4 1 على 6 بلاحظ أنا المقامات مختلفة فلازم أول خطوية إني أواحد المقامات كيف بدي أواحد المقامات لازم ألاقي إشي مشترك بيناتهم طبعا كي ابدأ ألاقي إشي مشترك بين الإتنين والأربعة والسette وهو 12 يعني هون بضربي بستة لأنه 2 ضرب ستة 12 والاربع بضربها بتلات لانه اربع ضرب تلات اتناش وستة ضرب اتنين فبطلع عند اتناش زي ما بضرب المقام لازم اضرب البصد ما ننسى هاي الخطوة اذا رح يكون عنا واحد على ميم كاف جساوي ستة بواحد ستة على اتناش ضد واحد بتلاتة تلاتة على اتناش زايد واحد بتنين اتنين على اتناش فبدي اجي اجمعهم ستة زائد تلات تسعة تسعة زانات اتنين احداش فلا احداش على مقام اثناش هاي واحدعمين بل زي ما حكينا انا ما بدي واحدعمين كاف انا بدي ميم كاف لحالها فبقلبها باخد مقلوبها ميم كاف تساوي اتناش على احداش ايش وحدة المقاومة برضو اوم فلازم نركز على وحدة كل قيمة او كل مجهول بدنا انطلع تمام هاي المسألة ناخد كمان دارة كهربائية تمام هون عندي دارة كهربائية هاي الدارة زي ما احنا شايفين السلك بشكل متعرفة او غير مستقيم فشو كيف بدي احسب او كيف بدي اشوف هل هي موصولة على التوالي ولا على توازن فما حكينا بشو في الشحنة هاي بتمر بسلك واحد او صح برغم انه يعني متعرفة بس هو نفسه سلك واحد تمام يعني ما تغير مش عدة اسلاك فوق بعض البعض لا سلك واحد بس بشكل متعرفة تمام اذا هاي موصولة على التوالي طيب قانون التوصيل او المقاومة المكافية على توالي ميم كاف تساوي طبعا انا كم المقاومة عندي واحد اتنين تلاتة اربعة فيعني ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلاتة زائد ميم اربعة يعني ميم كاف تساوي خمسة زائد تمانية زائد اربعة زائد عشرة بطلع عندي جواب سبعة وعشرين اوم اذا المقاومة المكافئة سبعة وعشرين اوم لما نجمحهم جمع جبري تمام؟ طيب نطلع على الدارة الكهربائية الموجودة عندنا هون ملاحظ انه هون عندي الدارة الكهربائية هي عدة دارات بس موصولة مع بعض البعض يعني اللي بدي اوصل له انه مو شرط انه تيجي دارة كهربائية فقط تحكيين عن التوالي او فقط تحكيين عن التوازي وانما يكون عندي دارة كهربائية واحدة ولكن موصولة بعدة مقاومات هدول المقاومات اما موصولين التوالي او توازيب ولكن مشبوكين بدارة واحدة فقط طيب انا كيف بدي لما يجيني مسألة زي هاي كيف بدي ااجي احلها؟ طبعا اول خطوة انا بيروح بدور على الدارة الكهربائية الابعد عن البطارية يعني مش هاي هي البطارية طبعا انا بدي ااجي احل الدارات سواء هون او هون طبعا بانو ابلش اول هاي الدارة ولا هاي؟ لا بدور على الابعد واللي ابعد طبعا زي ما احنا شايفينها هون اذا برقم الدارة بحل اول اشي هاي بعدين بحل هاي الدارة طيب هلا هاي الدارة الكهربائية زي ما احنا شايفين عنا السلك هون تنتين موصولين على التوالي فاول خطوة بدي احلها اني احل هدول المقاومتين على التوالي إذا أول إشي على التواليل يلا كيف قانون التواليل ميم كاف يساوي ميم واحد زائد ميم اتنين لأنه عندنا بس مقاومتين لماذا هم 4 و 4 ميم كاف يساوي 4 زائد 4 و 8 أوم إذا طلعنا 8 أوم بينما هلا هدول إلي طلعنا لهم مقاومة مكافئة 8 أوم معي التمانية هون موصلين على التوازي لأنه سلك بوازي سلك قولوا أنه زي ما احنا شايفين الشحنات تتجزى لسلكين إذن ثاني خطوة على التوازي القانونة واحد على ميم كاف يساوي واحد على ميم واحد زائد واحد عميم اتنين واحد عميم كاف يساوي هلأ واحد على ميم واحد اللي طلعناها إحنا من السؤال الأبل أو من الفرع اللي قبلو واحد على تمانية زائد واحد على تمانية لهايب هون واحد على تمانية طبعا هون حكينا لما يكون عندي مقام لازم ننتبه أنو المقامات موحدة بس زي ما احنا شايفين موحدة فبطلع اتنين على تمانية ولازم ننتبه أنو ما نخليها زي ما هي لازم نشوف أنو إحنا اللي طلعنا مش ميم كاف لحالها وإنما مقلوبة فبقول ميم كاف تساوي بدال اتنين على تمانية تمانية على اتنين. كنا بنعرف تمانية على اتنين ايش هي اربعة اوم. تمام؟ هيك حلينا الدار الكهربائي الي هون. تمام. هلا هيك خلصنا من هاي الخطوة. هلا بدي اجي احل الخطوة اللي بعدها او المقاومة اللي بعدها. اوكي. هلا انا بدي اطلع على الدارة التانية فبلاحظ انه عندي الاربعة والاثنين برضه موصلين على التوالي لانهم جنب بعض. فباجي احسب الخطوة التالتة برضه على التوالي. قانونها ميم كاف يساوي ميم واحد زائد ميم اتنين واللي هي اربعة زائد اتنين وهي ستة اوم. هيك حسبنا هون. بس هلا الستة اوم النتيجة المحصلة اللي طلعت هون مع الاثناش رح تكون على التوازي. اذا الخطوة الرابعة رح تكون على التوازي. واللي قانونها واحد على ميم كاف ويساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اتنين. طيب واحد على ميم كاف يساوي. هلا واحد على ستة اللي طلعناه اللي هيو هون واحد على ستة. والاثناش الموجودة هون اللي فوقيها واحد على اتناش. بلاحظ ان المقامات مختلفة فلازم اوحدها. ايش اللي بضربه بستة بعطين اتناش اتنين. زي ما ضربت المقام بضرب البسط. ويساوي تساوي واحد باتنين. اتنين على اتناش زائد واحد على اتناش. اتنين زائد واحد تلاتة على اتناش. بس زي ما حكينا انا ما بدي تلاتة على اتناش بدي ميم كاف. لحالها. وهي اتناش على تلات. ويتساوي اربعة اوم. تمام؟ هلا انا طلعت ناتج هاي الدارة. وتذكروا قبل شوي طلعت اللي هو اربعة اوم. وطلعت ناتج دارة هاي كمان اللي هيو هايو هون اربعة اوم. طب هاي الدارة كلها محصلتها اربعة اوم. يعني اشوف النتيجة النهائية لها. مثلا. يعني لو بدي ااجي ارسمها. يعني كأنو بحكينا في عندي نتيجتها اللي طلعت اللي هون اربعة اوم. والنتيجة اللي طلعت من هاي الدارة هايها اللي هي هون هايها. برضو طلعت عندي اربعة اوم. سواء كتبت اوم كتابة او هادا رمزها نفس الاشي. تمام؟ صارت هيك الدارة عندي. هاي الدارة النهائية من خلاصة كل هاي الدارة. تمام؟ الدارة النهائية. طبعا زي ما احنا شايفين سلك واحد اذا موصولة على التوالي. فالقانونها ميم كاف يساوي ميم واحد زائد ميم اتنين. ميم كاف يساوي اربعة زائد اربعة ويساوي تمانية اوم. اذا مقاومة مكافئة لكل هاي الدارة الكهربائية اللي هو اربعة سورية تمانية اوم. تمام؟ طيب هاي بالنسبة لهاي. تمام. اما بالنسبة للدارة الكهربائية الموجودة عنا. طبعا زي ما حكينا انه لازم نبلش بالابعد عن البطارية زي ما احنا شايفين هون. طبعا هون الشحنات الديار بيمر. هلا الدارة الكهربائية هون الابعد. فبحسب المقاومة مكافئة الى اتنين والتلات زي ما احنا شايفين هم موصولين على التوازي. فبحكي واحد على ميم كاف يساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اتنين. اذا واحد على ميم كاف يساوي واحد على اتنين زائد واحد على تلات. المقامات مش موحدة لازم اوحدهم ضرب تلات زي ما بضرب المقام بضرب البط وهون ضرب اتنين ضرب اتنين. واحد على ميم كاف يساوي واحد ضرب تلات تلات على ستة زائد واحد ضرب اتنين اتنين على ستة. ثلاثة زادتنين خمسة على ستة بس برجع بحكي انا ما بدي واحد عميم كاف انا بدي ميم كاف لحالة فميم كاف تساوي بقلب الجواب اللي طلع عندي بصير ستة على خمسة اوم هذا بالنسبة للمقاومتين موجودين عندي هلا المقاومة اللي طلعت هاي مع التمانية اوم بكونوا موصلين على التوالي فاذا بحط قانون المقاومة المكافئة ساوي واحد ميم واحد زائد ميم اثنين طبعا ميم كاف تساوي خمسة على ستة ستة على خمسة اللي طلعتها انا زائد تمانية طيب زي ما احنا شايفين في عندي كسر ورقم صحيح فانا بحطه عمقام واحد طبعا كيف بدي اوحده فبضرب بخمسة ضرب خمسة ميم كاف تساوي ستة على خمسة زائد تمانية بخمسة رح يكون عندي اربعين على خمسة هيك وحتهم ميم كاف تساوي ستة زائد اربعين ستة واربعين على خمسة والوحدة اوم اذا مقاومة المكافئة طلعت للدارة كلها ستة واربعين على خمسة تمام فهلا بلنا نشوف الدارة الكهربائية الموجودة عندي هون بالصورة زي ما احنا شايفين الدارة الكهربائية عندي عدة مقاومات موصولة مع بعضها البعض طيب كيف انا لما اشوف زي هاي الدارة كيف بدي ابلش حكينا منبلش بالدارة الكهربائية الابعد عن البطارية يعني من هون بروح ببلش بهاي الدارة يعني اول خطوة هون زي ما احنا شايفين نفس السلك يعني لو اجد طيار الكهربائي من هون فنفس السلك رح يكون هو نفسه الموصول عليه الثلاث مقاومات هدول يعني نفس الشحنات رح تمر بالسلك هذا نفسه سواء اتنين ولا الستة ولا الاربعة موصولين يعني الدارة ألف الدارة ألف رح تكون على التوالي طيب قانون التوالي حكينا ميم كاف يساوي ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم ثلاث يلا ميم كاف تساوي انا عندي اتنين وستة واربعة فبحطهم اتنين زائد ستة زائد اربعة بطلع عندي الجواب زي ما احنا شايفين اتناشر اون طيب خلصت من الدارة ألف اللي هي اتناشر اون هلا اللي طلع عندي المحصلة لو بدي ااجي مع هون رح يكون موصولين على ايش التوازي يعني لو بدي ااجي ارسمها مثلا هي عندي الاربعة اون وهي الستة اون وهي الواحد اون وهي البطارية طبعا مش حكينا هون اربعة اون ستة اون واحد اون طبعا اللي طلعناه نتيجة اتناش فالتناش رح تكون موصولة معهم مكانهم هون هون اتناشر اون فانا بدي احل برضو الابعد عن الدارة الكهربائية بدي ابعد عن البطارية فبدي احسب الاتناش مع الستة بقانون التوصيل على التوازي يبقى الدارة هون رح تكون با الدارة با رح تكون توصيل على توازي يلا نحط قانون توصيل على توازي واحد على ميم كاف ساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اتنين واحد على ميم كاف يساوي واحد على اتناش اللي هو هون وزائد واحد على ستة اللي هاي هون تمام بضرب ضرب اتنين عشان تصير موحدة فواحد على ميم كاف يساوي واحد على اتناش زائد اتنين على اتناش واحد زائد اتنين تلاتة على اتناش برجع بعيد انا ما بدي واحدة ميم كاف انا بدي ميم كاف لحالها وهي اتناش على اتناش تلاتة على اتناش برجع بعيد انا بدي واحدة ميم كاف انا ب ثلاث وبطلع عندي الجواب رح يكون اربعة اوم هيك خلصتها كدارة كهربائية موجودة عندي اربعة اوم بس ضل عندي لسا الدارة الاخيرة هلا طلعت هون اربعة طب اربعة مع الموجودة هدول رح تكون على التوالي لانهم نفس السلك اذا يعني جيم الدارة جيم التالتة رح تكون على التوالي واللي قانونها ميم كاف يساوي ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلات ميم كاف تساوي طبعا اربعة زائد البدال هدولة المقاومات اللي طلعناها هي الجواب اربعة طب اعوض اربعة زائد ميم تلات اللي هي واحد ويساوي اربعة زائد اربعة تمانية واحد تسعة اذا تسعة اوم وبرجع بأكد على الوحدة اذا المقاومة المكافئة لها تسعة اوم لتطلع على الدارة الكهربائية اللي شايفينا احنا عنا بالصورة بلاحظ انه هاي الدارة الكهربائية بلاحظ انها تحتوي على عدد كبير من المقاومات ولكن بقدر انا احيلها بكل بساطة بجزئها لعدة دارات كهربائية زي ما احنا شايفين هون عند المقاومة تلات مع تلات موصولة على التوالي واحد مع تنين موصولة احصلين على التوالي والتنين مع اربع موصولة على التوالي لان نفس السيلي كذende ما احنا شايفين بس هدول المقاومتين مع هدول المقاومتين مع هدول المقاومتين موصولين علي التوالي انا ببلش احل مقاومة مقاومة بعدين بأعمل المقاومة المحاصلة فاول خطوة هون WB households بهاي. بعدين ابلش بهاي. بعدين ابلش بهاي. واخر اشي بطلع لهم المقاومة المكافئة. فالمقاومة المكافئة للدارة واحد طبعا موصولة على التوالي. يالله. قانونها ميم كاف ساوي ميم واحد زائد ميم اتنين وتساوي ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي ستة اوم. طيب. الدارة اتنين برضو نفس الشي دارة اتنين برضو موصولة على التوالي. ميم كاف تساوي برضو ميم واحد زائد ميم اتنين وتساوي واحد زائد اتنين واحد زائد اتنين وساوي ثلاثة اوم. طيب. نطلع على ثلاثة دارة تلات برضو موصولة على التوالي. ليش? لانه زي ما حكينا نفس السلك. سواء الموصول اتنين اتنين واربعة ولا واحد واثنين ولا ثلاثة وثلاث. فاذا برضو ميم كاف تساوي ميم واحد زائد ميم اتنين. طيب اتنين زائد اربعة. ويساوي ستة اوم. تمام. هات طلعت انا المقاومة المكافئة لسلك هون او هون او هون. طب انا بدي اطلع المقاومة المكافئة للكل. فبدي اجي ارسمها مثلا لو بدي اعمل رسمة بسيطة. يعني كأنه طلعنا احنا بدال المقاومة ثلاثة وثلاثة ستة اوم. ها ستة اوم. بدال واحد واثنين طلعنا ثلاثة اوم. وبدال اتنين واربعة طلعنا ستة اوم. ها ستة اوم. فهاي هي رح تكون الدارة الكهربائية للمقاومات اللي حطناها او الموجودة فوق. طيب زي ما احنا شايفين الصورة رح تكون موصولة على التوازي. ليش? لانه هايو. ده التيار الكهربائي طالع. فعندي عدة اسلاك. ثلاثة اسلاك. فرح يتجزى. اذا رح يكون توصيل على التوازي. طيب. اللي قانونه واحد على ميم كاف تساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اتنين زائد واحد على ميم ثلاثة. طيب يلا. واحد على ميم كاف يساوي واحد على ستة زائد واحد على ثلاثة زائد واحد على ستة. طيب الاحظ هون ستة وستة. تمام. بس عندي 3 لازم اوحدها فبضرب ضرب 2 ضرب 2 ويساوي 1 على 6 زائد 2 على 6 زائد 1 على 6 1 زائد 2 3 3 زائد 1 4 4 على 6 بس حكيت لكم انا 1 عميم كاف انا ما بدي 1 عميم كاف انا بدي ميم كاف لحالها اذا ميم كاف رح تساوي 6 على 4 اوم اذا مقاوم المكافئة الكلية رح تكون 6 على 4 طالب مني بي هون باثنين زي ما احنا شايفين احسب التيار 1 يعني تا 1 طيب تا 1 زي ما احنا شايفينه هون هايو تا 1 هاد تمام انا كيف بدي احسب اول اشي بتذكر اني طلعت المقاومة المكافئة لا السلك الاول هي هيها 6 تمام يعني عندي المقاومة وعندي الجهد اللي هو طالع من البطارية 3 فولت بكل سهولة بطلع التيار فبدي اطلع التيار هايو هون عن طريق قانون اوم اللي بحكي لي ميم يساوي جيم على تا ميم حكينا طلعناها 6 وجيم 3 اللي هي البطارية على تا اللي هو تا 1 مجهولة هون باعتبر مقام 1 فبضرب ضرب تبادلي 6 تا تساوي 6 تا 1 هي نفسها تا 3 بواحد 3 بقسم على 6 راحت على 6 تا 1 يساوي 3 على 6 طب انا بامكاني اختصرها على 3 واحد على 3 اثنين نص او هيك تا 1 يساوي نص ايش الوحدة ام بير لانه انا حكينا التيار الكهربائي وحدته ام بير لازم نتذكر الوحد والقوانين ضروري لازم نكون عارفين القوانين والوحد بهذا الفصل وبناء عليه بنقدر انه نحل اي دارة كهربائية سواء ان كانت موصولة توالي او توازي او تنتين مع بعضها البعض بس بنفكر بخطوات بسيطة انه نبلش بالدارة الكهربائية اللي ابعد عن البطارية ونطلع لها المقاومة المكافئة ونشوف الدارة الجديدة اللي نتجت من المقاومة المكافئة او بعدها بنكمل حل السؤال ان شاء الله لو نكون هون استفدنا وبتمنى انه ترجعوا تحضروا فيديوهات التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي حتى نقدر نستفيد بشكل اكبر ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة